السلام عليكم ورحمة الله واللهما صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم أمهاتي أخواتي أخوتي إن شاء الله رأكم بخير رأكم بصحة وعافية والهنا يا رب العالمين من الطلبوغيل هنا والصحة هذا ما كان هما أساس الحياة ثم شيء آخر كل شيء هون لكن الصحة والهنا هما أساس الحياة إن شاء الله يربي يدوم هناكم ويدوم عليكم الصحة يا رب العالمين سنين عديدة احتى اللي تلقوموا لكم هذه هي الصحة والله العظيم لا تجمو لها كما يقول لك إن شاء الله اليوم جزء نطلع لأخواتي أول فيديو فتا العطلة العطلة التاعي بديتها بدارنا رح ندير هكا يامات مع الوالدة مع أختي تعرفوها تجي مبعيد تجي مثل المسان هذي كيان تلايمون نتلاقوا كل شيء ولداتنا يتلاقوا تاني مع القرية كانت شدتهم وقع نتلاقوا اليامات اللي يكتبوهم لنا ربي ومن بعد كل واحدة نتفرقته كل واحدة تروح لدارها وكل واحدة يعني تروح تدير فاكونس تاحها مع الزوج تاحها ولداتهم يديروا هذو كليامات هكا إلا كتبنا ربي هذا مكان إن شاء الله هتم تاني قولوا لي وراكم روحتوا وخرجتوا لدياركم ولا ما زالك على بل الناس لها تقارح في الغزيلة تاع الباك ما زال ما تخرج ما تديروا له حتى اللي تشوفوا ولداتها إلا ربحوا وشاجابوا ومركوا لهم هذو تسجيلات الأولية عادة كينا يخرجوا نقولوا لي هكا في كومنتر شاكم تديروا شا هي كاركم تفوتوا وقتكم مع هذ الحمان نقولوا الحمد لله هل الحمانت على الدنيا ومنشي الحمانت على الآخر الله كيما يقول لك الله يجيرنا منه إن شاء الله يا ربي هذ الحمانت على الدنيا يبدلنا بها ربي سبحانه جنات الفردة وسيارب العالمين هذا مكان إن شاء الله هنا يا اليوم درتكم روطين خفيف كيما ها كاتعرفوني نبغيكم نطلع لكم من دارنا ولا نطلع لكم من داري نبغي نكون مع أخوتاتي ونشارككم أبسط الأشياء بكل بساطة أنا ما نزخع لكم ما نقول لكم أنا وانا ولا نوريكم سوالح اللي رانا حياة بساطة حياة جزائرية وحدة بساطة أنا نقلها لكم منها من وهرا ومنها نعطيكم تحية لكل وحدة في دارها وفي كل وحدة في ولايتها أهلا بركة الله وردت لكم هذك الجنين الصغير تع دارنا ما شوفوا الحشيش اللي كان فيه كيما يقول لك قاع النابات اللي كان فيه كلها قاع الفكرون كيما شبتوا وردتكم صورتكم الفكرون بدنا سيقنا أنا واختي تعاوننا سيقنا الحوش بردناه وكل شي من بعد هنا يا هذي الفترة المسائية من بعد رح نخصن الموعين تع الفطور مزية ومرا عندها لفاسل الحمد لله يا ربي شريتها بسكو ما كانش عندها هي شعام عام قولوا تقريبا بلك قريب ربعين عام وهي مزوجة ما كانش عندها لفاسل ما نكذبوش على رواحنا مامانا ما عنديش لكن كي بوقعها لها مشكل في يديها وكل شي شريت لفاسل باش تقلع عليها هذك الجهد ويديها مايولوش يخدمو بزاف كيما اقول لك قلت النما أنها البودرها من المهم صحتكم دلت وصلت تلقاها تقول لها شوفي ديري الخير في عمرك ديري في قويمك ما تروح تقولي دهاب ما تقولي قش موالو هذا كل شي هذاك زي ما تقضي تديريه بالصح صحتك ما تنجميش لا راحات ما تنجميش تشريعها تقولنا اللافاسل واللافلانج والباتخان هذو يديكم هذو تحسوهم باللي بناتكم ما تقولي لا عندي بنات من لا ما عنديش بنات لا عندي كناية لا والو هذو 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 اللي يعاونوك و هذو اللي يخلو لك رفاهية لصحتك ان شاء الله ربيعتكم قاح الصحة و طولت لعمر راكم تشوفوا هذو النوع تلك المواعين اللي فيهم الضوغي هذو ما تدخلو مش للماشينة بسكن يخسروا تروح لهم هذيك الرشمة و هذو الزواغ اللي يكون فيهم و شفتوا المواعين دخلتهم ميد دمين ومسخين خرجوا يشعلوا بهذا ستيك اللافاسل لو كان سمعتوا الشهادة الوالدة التاعي و ان شاء الله هنا نعاود ندلكم فيديو وتسمعوا شهادتها تقول لكم باللي كيف هم كيما هذو اللي كانت شريهم هذو غير شوالا غاليين لكن هذو عطاوها نتيجة راح يشوفوا بالك ستشهر ولا راح يتغسل بيهم ما شاء الله يخرجوا لها ما شاء الله هنا يا اخواتي جات اما قلت لنا اليوم ندلكم لحشة هنا كوكا دارتها هكا تاع الفنيانات قلت لني هذي كوكا بيتزا كوكا تاع الفنيانات شا دارت فيها حطت الفارينة مقدرتها هكا حوالي بلك كيلو شوية تاع الفارينة كيلو مئة قرام مولا دارت حفرة في الواسط حطت فيها ملعقة ممسوحة تاع خمارة الخبز ومغرف كبيرة تاع السكر ودارت معلجها دارت مغرف صغيرة تاع خمارة الحلوى من بعد قعد تلم بالمدافي وحتال التالي دارت الملح وبلما نسى تلتم غرف تعزيت في العبات عجنتها غير شوية قلت لكم يديها والله ما بغا تديني البيتها ما خلتني لأنا لأختي قلت لأنا نخدمها ننفرح ولادي هما قالوا لها ممي ما ديرينا كوكا هنا خلتها تختامر غير شوية راح الحمان وقع من بعد قسمتها هنا ديقازتها وقسمتها دوبول كبار هنا راح كبير غير تصوير متبين لكمش راحا هكا خرجتها دوكل البابلز تاحا دوكل بوليقات ومبعد درت لها هناي السميد هاداك الرقيق وحت مشي رقيقة على المتوسط وخلتها تختامر مشي تختامر تريح غير شوية باش تتعطيها الطوح كي تنبعد تحطها في السنة جاءت منها تخدم البيتزا ما درت فيها؟ درت فيها الطوماتس درت كمية طوماتس بها بالقشرات تاحا هذيك الطوماتس اللي راح يدروك شابه حمرة وجي حلوة بشي ديك الحامضة حاطت تلت فصوص تاع التوم وكل شي بالقاشوار رحاته وحطتها قدرت لها غير الملح وحطتها في المقلة وخلتها تطيب على غرضها احتل اعقادت وكتشوفها كي خرجت بما بعد هنايا فاتت واحد شوية السنة تاع البيتزا اللي بتحط فيه البيتزا شعلة الفور يحمى او الفرن هنا المهم الكويزينيا غادي نطيبو فيه وهذا السنة تاع 40 على 30 كبير وحنا رانا عائلة ما شاء الله هو البزوز وكل شي صغر سما غادي نديرو ديبلا هنا يا خواتاتي غادي دهنتها غير بالزيت وهنايا شوفوا غادي تحلها هكا بسميد تعاون روحها بسميد وحلت هنا غير شوية تحلوا هادا العجينة غير شوية بالوراق ولا بيديكم من بعد ترفديها وتحطها في السنة وهنايا تاني بش بادي تكمش الكومش في السنة شوفوا طلعت لها الحواف كي ما نطلعوا عفون تاع البقلاوة طلعت لها قاعد الحواف هادو الازاستيس خواتاتي بدوهم بيعين الاعتبار شوفوا الاسوس كي طابت قلعت منها هنا شوية ما حطت شكا عن كونتيتي طابت وعقادت من ذاك تحناها فن من ذاك تحناها بالقشورتها شوفوا كولتها حمرها جمر ما شاء الله كان عندها وعت شوية جوا ساعدك الجوا مشي حار الجوا اللي هو اللي هو الطرشي الحار ولمع بشكي تقولوا لانتوما المهم الحار كان مشوية حطتها معها قلت لي مشي حار ما غادش الصغار ما يحسوش بهه ودارت زو نقص قلعت منهم الزيت وتقريبا نقولوا قلعت منهم الزيت اللي كان فيهم وحاطتهم مع ديك سوسطومات تقدروا ما تديروش هاد العاف سانتوما ولا هاد الخطوة من بعد هنا يديرو اسوسطومات وحدها اللي خدمتها غير بالملح والتوم والطوماتيس من بعد هنا الفلفلات قطعتها قطعتها هكا لكم تشوفوا رقيقة بش الصغار ياكلوها ما فيقوش بيها والله ما قلعوها كيكلو من بعد هنا البصلتاني قطعناها هكا ديكاغو ولا ديبتيدي وارنا نرشوها هكا من الفوقة دارتها لهم ومن بعد الفور كان هنا تأكد لهم قولينهم راني شي على الفرن دار وقتاني تخلوه بارد ولا هنا يا رشينا عليها هادي ودخلناها الطيب هاد السنين الاول دخلناها هاي طيب ها هو شعلت عليهم التحت دارتها في وسط الفرن من بعد غادي نجبدو نديرو لها الجبن المبشور ونهوضوه لأسفل الفرن كي يتحمرونا هادو كليكوتي ولا الحواشي جينا هنايا للسنين الزاوج تاني 30 على 40 قد 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 قبار هادو السنين ياوا حاطينا في هلعصص شوفوا هنا الل لكو تشعلت لكم الضو وكو تديرو الإضاءة باش تشوفوا الصوس طوماتي هادي كي تجيكم حمرة كي تديرو لها القشرة تاحة شوفوا دايما طيبو الطوماتيس بالكشور كي تطيبها بالكشور الحمورية قاعدها في الكشور سينوطولي لك أورنج من بعد هنهيج عاود جبن الفلفلا ران نحط فيها كما هكا فلفلا ومن بعد نعاود نديرو هاديك البصلة اللي كانت هنا مرهم لنقليين لوالو شوفوا ما شاء الله تجي والله بيقلعوكم واحدة ياكلوها لشعلها همغط عرقيق بش كما نديرو هاكا دواور يقعدوها كي يقلعو فيها وينقروا في الفلفلا ويخلو غطون شطورة أنا عارفوا قاعد العقلية قاعد يديرو هانا هنهي حطيت البصل كما هكا راهي ترش هكا في شوية البصل عليها وانا سما هنهي انا كنت عمر في هذه الزوجة الجبن مبشور هنهي بشرت له هالجبن وخلينا هنه كنت بغي ندير انا قتلي وخري خليني يكمل انا سوالحي هنهي جات جابت الجبن مبشور كي طابت راكم تشوفوا لي كوتي وكل شي وحاجة مقوت تريح شوية دخليها للفرن تخمر لك غير شوية قبل ما تعمريها بلاسوس خليها تخمر شوية 1-5 دقايق وقبل ما تدخليها للفرن تاني خليها غير 1-5 دقايق تخمر ودخليها ومن بعد انكي خرجت جاب لي هادا كل جبنه كل شي شوية معدنوس شوية مايس هذا اختياري ومن بعد تديروا له هالزيتون لك كان عندكم تاني زيتون لك حل ولا زيتون خضر لي كان عندكم ومن بعد هنه شوية مايوناز زرنا لهم ديراك تحكى بش ما يقعدوش ربزو زيغي يحطوه في المايوناز وينقهمو بها وقع ومن بعد تشوفوا هنه يدقطع فيها شوفوا والله العادم جات من ارواع ما يكون هكا عشا خفيف وراكم تشوفوا اقتصادي وحجم كبير تقدري هادا كل طنقة عمدديريش شبعتيهم وعطيتهم حاجة بزيف شابوا ويبغوها شوفوا ما شاء الله جات من ارواع ما يكون قدتلكم وديروا لها معها الجو وتاكلوها بصحة ولهنا ان شاء الله تجربوها ان شاء الله كنت خفيف عليكم فروطي انتاع اليوم اللي كان اول ايام بتاع العطلة التاعي اللي بديتها في دارنا وان شاء الله البلاسة اللي نروح لها ان شاء الله بإذن الله رفقكم بكل الافكار البسيطة والعفوية بإذن الله نقول لكم احبكم في الله ما تنسوا اشي جام بتاعكم واستودعكم الله اشتركوا في القناة